السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء دوما بهذا اللقاء المبارك وموضوعنا لهذه الليلة نتحدث عن فرحة عيد الفطر السعيد تجمعنا جميعا المغاربة ضلوا هذا اليوم ينتظرون بفارغ الصبر متى سوف يكون عيد الفطر السعيد هل سيكون يوم غد الجمعة ام يكون بعد غد السبت الى ان وفتنا وزاة الاوقاف والشؤون الاسلامية ببلاغها ان عيد الفطر المبارك سوف يحل ببلادنا المغرب بعد غد السبت 22 ابريل الموافق لفاتح شوال 1444 هجرية وهذا لان الحساب الفلكي يبين بان شهر رمضان الفضيل قد اكمل 30 يوما فاذا غم عليكم فاكملوا العدة 30 في هذا اليوم عند غروب الشمس نضار الاوقاف والشؤون الاسلامية ومندوبي الشؤون الاسلامية بالمملكة وكذلك الوحدات المكلفة بالقوة المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال كلهم ضلوا يراقبون هلال هذا اليوم وطبعا كان الغمام والغمام صعب جدا ان يظهر الهلال والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان الشهر هكذا وهكذا وهكذا اي 29 يوما فاذا غم عليكم فاكملوا العدة 30 وبذلك يكون هذا الرمضان المبارك قد استكمل 30 يوما والعيد السعيد يكون يوم السبت فنحن عشنا في هذه الفترة يعني رمضان من احلى الرمضانات عشنا ايام طيبة مباركات وليالي عظيمات فيها صيام وفيها قيام وفيها تلاوة للقرآن وفيها بدل وإحسان وصلة رحم وفيها حسن وأدب كلام وغير ذلك من الخيرات فالحمد لله خلال هذا الشهر الفضيل لاحظنا اجواء ايمانية دينية تدين في كل مرافق الحياة في شوارعنا في مؤسساتنا في كل ما حولنا نحمد الله تعالى أن وفقنا لصيام رمضان ووفقنا لقيام ليله ووفقنا لتلاوة القرآن ووفقنا أيضا لإخراج زكاة الفطر ممكن من الآن أو قبل الآن نخرج هذه الزكاة للفقراء والمساكين كما ذكرنا في حلقة الأمس وقدرها عشرون ذرهما نقدا ومن أراد أن يزيد أكثر من ذلك فله الأجر والتواب فمن تطوع خيرا فإن الله الشاكر علم الآن ماذا ينتظرون بعد الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومن بدل وإحسان ماذا ينتظرون من عمل الذي ينتظرون الآن هو أننا نأخذ الجائزة جائزة فرحة عيد الفطر السعيد لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول للصائم فرحتان فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه فهذه فرحة عظيمة نحن الآن على موعد مع فرحة فرحة للسرور والبهجة والحبور وهذه منحة ربانية يعطيها الله تعالى لعباده المؤمنين الذين أدوا العبادات في هذا الشهر الفضيل يعني المؤمن من صفاته أنه لا يشعر بعقد نفسية ولا يشعر بتذمر ولا يشعر باستياء ولا باكتئاب لأن هذه يكفيه أن يعيش الأجواء الإيمانية الربانية فيشعر بسعادة تغمر نفسه وفرحة قوية تملأ كيانه ربنا يعطيها فقط للمؤمنين الذين أدوا العبادات والذين فازوا برضى الرحمن نحن مطالبين أيها الأحباب الكرام أن نبدي هذه الفرحة ونظهرها وتبدأ مظاهر الفرحة بأن نرتدي أجمل التياب فالمغاربة والمسلمون عموما يعتادوا أنهم يعبرون عن فرحتهم بأن يقتنوا لباسا جديدة في هذا العيد السعيد وكأن الله تعالى يعطينا فرصة جديدة وحياة جديدة وأملا جديدا وهذا التياب لا يخص فقط الصغار من الأطفال بل حتى الكبار فهو عام للكبار والصغار وفي هذه المناسبة الطيبة يتنافس الناس في إعداد أطباق من الحلويات والمطعمات ويجتمع الأهل والأحباب وتتم الزيارات العائلية وإحياء صلة الرحم وخصوصا المقطوحة خصوصا المقطوحة لأن إبليس يتسرب ويقطع الصلة بين الأحبة والمقربين فهذه مناسبة لكي نصل الأرحام ونطرق الأبواب ونسأل عن الأحباب وفرصة ونحن نلبس أجمل وأحدث التياب والطعام والشراب بين أيدينا ونعطي هدايا الصرور بيسمى بهدية الصرور نعطيها للأطفال ونعطيها للصغار وأيضا نكرم بها المساكين والضعفاء زيادة على زكاة الفطر هذه تسمى كيف زكاة الفطر هذه واجبة على كل مسلم صغير أو كبير فقير أو غني ولكن أيضا في العيد عندنا ما يسمى بهدية الصرور نعطي هدايا إما نقضية أو عينية للضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام نوسع عليهم أكثر وأكثر كل هذا لأننا نريد أن نظهر مظاهر الفرحة والسرور هذا من مقاصب الدين ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الناس وعادة يحبون أن يجمعوا المال يحبون المال حبا جمع ولكن ما قيمة المال ها هو الآن مكدس لا قيمة له إذا لم تكن أنت تستفيد من خير هذا المال يظهر على لباسك وطعامك وتوسع به على الفقراء وتعطي منه للمساكين هنا تبدأ الفرحة وتشكر نعمة الله عليها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لهذا العيد قيل سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح جديد نحن الآن بعد العبادة بعد الصلاة بعد الصيام بعد قيام الليل بعد تلاوة القرآن بعد الجوع والعطش الآن هناك الأكل والشرب والنعيم والفرحة يعني شحنة لا يجدها إلا أهل الإسلام أما غير المسلمين فهم ينظرون إلينا مندهشين ينظرون إلينا مستغربين يقولون لم هؤلاء المسلمون لم هم فريحون لم هؤلاء المسلمين فريحون ولم هؤلاء المسلمين يظهرون هذا القبول بالحياة والإقبال عليها كذلك من مظاهر الفرحة والسرور أننا في هذا العيد يعني لا بأس أننا نستمع لما أحله الله تعالى من صوت جميل من طراب أو أمداح أو أنشيد تدخل السرور إلى القلوب وهذا من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فتعلمون جميعا أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت في إحدى الأيام وكان يوم عيد وجاءت عندها بعض الجواري من الأنصار وأخذنا يغنين أغاني جميلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته نائما فدخل أبو بكر الصديق تقلق لما رأى هذا الغناء وهذا في بيت النبوة فقال أم زامير من مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي الكريم وقال يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا لا تنهرهم يا أبا بكر منعه أن ينهر هؤلاء الفتيات التي كنا يغنين وأخذ العلماء من هذا الحديث جواز سماع الصوت الحسن في العيد سماع الأمداح النبوية والأنشيد الإسلامية وأي كلام آخر جميل نظيف يدخل الفرحة والسرور على قلوب الناس لأننا نحن في هذا العيد من مقاصده كما أقول وأكرر وهو إظهار الفرحة وإظهار السرور وهذا من العبودية كنا في رمضان نظهر العبودية لله عز وجل نصلي ونصوم ونقوم الليل ونتدلل الآن ينبغي أن نبتسم أن نفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ولهذا الفرحة ينبغي أن تكون عند الجميع الكبار والصغار ويبتهج الأبناء والبنات والكل يشعر بأنهم في ضيافة الرحمن والحمد لله اعتاد المغاربة في هذا العيد السعيب رغم غلاء الأسعار رغم غلاء الأسعار ورغم الإمكانيات الضعيفة ولكن اعتاد الناس أنهم يهيئون أجمل الأطعمة وأجمل الأشربة والحلويات في البيوت ويدعوا بعضهم إلى بعض وتجتمع الأسر لكن يجتمع على الطعام والشرب ولو كان قليل الطعام مهما يكفي القليل منه يكفي يعني لسنا في حاجة إلى أبها وإلى أغلى الأصناف من الأطعمة والأشربة يكفي القليل المهم أن نتجمع على مائدة الشاي وعلى ما يسره الله تعالى من طعام ونلبس لباس جميل ليس بالضرورة أن يكون غالية تمن فقط لباس جميل بسيط ولكنه جديد ويدخل البهشة إلى القلوب فنحن نفرح بأن الله تعالى منع علينا بنعمة الإسلام ومنع علينا بنعمة الإيمان ووفقنا خلال هذا الشهر الفضيل للصيام والقيام وتلاوة القرآن فالعيد هو في الحقيقة منحة إلهية للعباد تأتي بعد عمل الطاعات هذا فرحنا في رمضان وبعد رمضان في العيد سائد للصائم فرحتان فرحة يوم فطره هكذا يقول النبي الكريم للصائم فرحتان فرحة يوم فطره علينا أن نظهر مظاهر الفرحة في فطرنا وفرحة يوم لقاء ربه هذه الفرحة العظيمة غدا سوف نفرح الفرحة الأكبر برضاء الرحمن غدا بعد أن ننتقل من دار الفناء ونصل إلى دار البقاء لأن الدنيا قصيرة كلنا سوف نودع لا أحد منا سوف يمكت ذهب قبلنا الملايير من البشر من الملوك والوزراء والحكام والأثرياء والعلماء والمشاهير ذهبوا ونحن على طريقهم ولكن إلى أين نذهب نذهب إلى أين إلى عالم أجمل من عالمنا إلى ظيافة الرحمن غدا يفرح المؤمنون الفرح الأكبر برضى رب العالمين وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تقوم القيامة بعد الموت وبعد البعت والنشور الناس يبحثون عن أبواب لكي يدخلوا إلى الجنة فيجدون بابا عظيما بابا كريما تفوح منه الروائح الزكية وفيه الأنوار متلألئة هذا باب الريان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقالوا أين الصائمون فيقومون لا يدخلوا أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق الباب فهذه نعمة عظيمة يعطيها الله تعالى للصوامين يصومون في رمضان وصوصا إذا زادوا كلما زدت في الصيام ست أيام من شوال وصمت الأيام الضيض وصمت أحين الأثنين والخميس تكتب عند الله من الصوامين تكون في مقدمة الأبواب وحينما يدخل أهل الجنة إلى الجنة ربنا يقول لهم الصيام يا ربنا لقد هذا الجوع والعطش تمكن منه وهو صائم يا رب أكرم وفدته الصيام يقول يا رب أكرم وفدته والقيام يقول يا رب زدهك إكراما وتلوة القرآن يقول يا رب زده علوة فأيأتي الخيرات هناك خيرات تنتظرنا أيها الأحباب الكرام هناك ملع رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نحن الآن نعيش في عالم الملك لكن ما ينتظرنا أننا سوف ننتقل إلى عالم الملكوت وفرق كبير بين عالم الملك وعالم الملكوت لأن هناك العطاء الذي لا حدود له هناك الفيض العطاء حتى إن المؤمنين يشعرون بالفرحة والصلف الجنة في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية ويقال لهم ماذا؟ لأنهم كنصائمين وعطشاء يقولون كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فالمؤمنون والمؤمنات الذين كانوا يصومون رمضان ويمتنعون عن الطعام والشراب وكانوا يقومون الليل وكانوا يحرمون أنفسهم من بعض المتع إرضاء لله ربنا يقول لهم أنتم الآن في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية والملائكة حولهم يعطونهم الخيرات وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ملك الله وعطاء الله تعالى هناك تزداد الأفرح الأفرح تزداد نفرح في الدنيا ونفرح في الآخرة والفرحة الكبرى ما هي الفرحة الكبرى أيها الأحباب الكرام الفرحة الكبرى حينما يرفع ستار الغيب فنرى الله عز وجل مباشرة رأي العين سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يمكت الناس فترة طويلة وهم ينظرون في نور الله حتى قيل يبقون خمسمائة سنة وهم ينظرون في جلال الله وعظمة الله سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك سبحانك ما حمدناك بما يتضحك الفرحة العظمى نلتقي بالله تعالى فربنا عز وجل يخاطب أهل الجنة من الصائمين والقائمين والتالي للقرآن يقول لهم يا أهل الجنة يا أهل الجنة وهم بالملايير في أرض طاهرة يبعثون فيها ليس فيها معصية جنة عرضها السماوات والأرض يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك الخير كله في يديك فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل رضيتم بما أعطيتكم في هذه الجنة؟ أعطانا ماذا ربنا؟ قصور تجري من تحتها الأنهار أعطانا ربنا عز وجل نعيما عظيما وجمع الأولاد والبنات مع والديهم وأجدادهم وأعمامهم جمع العائلات وألحقنا بهم درياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يجمع الله العائلات ويجمع الله تعالى الأحباب وينزع ما في الصدور من غل ويعطي الوجوه الطيبة المشرقة أكثر جمالا من سيدنا يوسف عليه السلام ويعطي الله تعالى الطعام وأصلافنا الشراب والحور العين والخدم والحشم والذهب والفضة والزبرجد والمسك والزعفران كل الخيرات فيقول الله تعالى يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل رضيتم يا أهل الجنة؟ فيقولون يا ربنا وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ لقد أعطيتنا كل الخير فيقول الله تعالى وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وهناك نعيم كبير سوف يعطيه الله للعباد أيها الأحبة الكرام ما ينتظرنا في العالم الآخر أشياء عجيبة حاري بناء أننا ننسى مشاكلنا اليومية ننسى التفهات التي نتصارع من أجلها ونتقاتل من أجلها وهي تفهات وفتات موائد انظروا إلى ما أعده الله للعباد من نعيم اجعلوا همتكم عالية واصلوا العبادة العبادة في رمضان وتبقى مستمرة نحن الآن أيها الأحبة الكرام مع عبادة أخرى قبل أن نودع رمضان كما ذكرناكم في حلقة الأمس لابد أننا نخرج زكاة الفطر نعطيها للفقراء والمساكين كل واحد يعطيه على أولاده على الأبكي على الزوجاء وعلى أولاده ولو كانوا صغار وعلى الخدم اللي عنده في البيت عنده خمسة ستا عشر ردي الناس في البيت كيجمع ذلك البركة وكيعطيها إما إما كيعطيها قمحا والأفضل أن تكون نقدا لأن مقاصد الشريعة الإسلامية تقول في عصرنا هذا نقدا أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المعاملة بالنقد كانت قليلة والناس كان مصلحتهم أن يأخذوا هذا القمح أو الشعير أو الأرزة أو التمر أو الزبيب أما في عصرنا هذا فالخير موجود والنقد يساعد الإنسان على أنه يشتري ويقتني ما يشاء وبعد ذلك نستعد إن شاء الله تعالى يوم السبت صباحا بإذن الله الواحد الأحد بأننا نؤدي صلاة العيد فهد رمضان مبارك في خمس جمعات غدا الجمعة سوف نصلي جمعة أخرى في رمضان نعمة نعمة كبيرة خمس جمعات هذا رمضان مبارك هذا رمضان كريم ربنا أتحفن فيه بخمس جمعات وكل جمعة رفها المغفرة وفيها التواب وفيها الرزق وفيها الصلاة على النبي المختار لأن يوم الجمعة ربنا يرد الروح الطاهرة على سيدنا النبي فتبلغ صلاتنا بأسمائنا وأسماء أمهاتنا وأبائنا فنحن محظوظون هذا رمضان المبارك خمس جمعات والسبت إن شاء الله قد يكون يوم العيد ماذا علينا أن نفعل في يوم العيد أول شيء أيها الأحبة الكرام علينا أننا نغتسل لصلاة العيد يعني كأننا سوف نزيل عنا التعب ونزيل عنا الدنوب والخطايا نغتسل لكي نتجدد نحن ينبغي أن نتغير من الأعماق يكون عنا حياة جديدة حياة كلها طيبة حياة كلها إيمان وقد وثقنا الله للصيام والقيام وتلوة القرآن والصدقات والإحسان نغتسل ثم نلبس أحسن التياب كل واحد منا يحرص على أن يأخذ ثيابا جديدة فمن تعذر عليه فحنا الأقل أن تكون ثياب نظيفة ونلبس البياض لأن هذا اليوم فيها البياض عنده واحد تأثير على النفس وعلى الحياة النظافة والطهر والصفاء بحل الحجاج من كيبس الإحرام كيبس البياض والطفل الصغير لما يولد كان نضع عليه واحد خرقها بيضاء البياض يعني طهارة ونظافة ومن لبي صغير ذلك فله ذلك الأمر مباح ثم نتطيب نستعمل الطيب كل واحد منا يستعمل طيبا جميلا على قدر ما يستطيع يعني كي هناك الأغنياء لديهم الخير وكي الناس الفقراء يأخذ على قدر ما يستطيع فإن لم يجد طيبا فالماء له طيب ثم مدى علينا أن نفعل علينا أيها الأحباب الكرام أننا نقوم نفتر على تمرات نأكل قبل الخروج من المنزل إلى المصلة سوف ندب إلى المصلة ندب مع نسائنا وأولادنا وبنتنا من السنة أننا نأكل قبل قبل الذهب المصلة على 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 تمرات أو غيرها ففي صلاة العيد الأضهى نخرج بدون طعام حتى نعود كان النبي الكريم يعود فينحر الشات فيفطر على كبيدها أما في عيد الفطر السعيد فنحن من السنة أننا نفتر قبل أن نذهب إلى صلاة العيد والفطر يكون على تمرات أو جرعات من الماء وشاي ومن أراد أن يكرب نفسه فله ذلك ثم بعد ذلك علينا في هذا اليوم السعيد أننا نرفع أصواتنا بالتكبير لابد أن نرفع أصواتنا بالتكبير الجهر في التكبير وربنا قال في هذا ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هدكم ولعلكم تشكرون ولتكمل العدة أكملنا العدة 30 شهرا 30 يوما شهرا بكامله أكملنا العدة ولتكبر الله ولتكبر نرفع أصواتنا بالتكبير على بدا نكبره على ما هدانا للإسلام والإيمان ووفقنا للعبادة ولعلكم تشكرون يعني كل هذا رأعطأ إله رأتغيير في النفس وربنا أعطانا الأرزاق ووسع علينا في رمضان وأكرمنا بالإيمان ووفقنا للطاعة هو الذي أعطانا القدرة للصلاة أعطانا القدرة للصبر على الصيام أعطانا القدرة على فعل الخير ولهذا قالوا لعلكم تشكرون وصيغة التكبير أن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهكذا نواصل نواصل بأن نرفع أصواتنا بالتكبير الجهر في التكبير وهذا امتتل قولي تعالى كما ذكرنا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدكم ولعلكم تشكرون نخرج إلى مصل العيد ونحن في الطريق نكبر إلى أن نصل إلى المصلة وهناك سوف نجد المؤمنون والمؤمنات سبقونا ونبدأ إن شاء الله تعالى نذهب من طريق لكي نعود من طريق آخر نحرس أننا إذا نذهب من طريق معين في المصلة نعود من طريق آخر لماذا؟ أولا لإظهار عظمة الإسلام لأن هناك بعض الأعمال كنقوم بها سرا مخافة الرياء لكن الصلاة للعيد لابد أن تكون جهرا نبديها ما فيش رياء لبس مزيان ونرفع صوتي ونتم غادي للجامعة سيدي غادي للجامعة إظهار عظمة الإسلام ما فيش رياء هذا فيه إخلاص وفيه إظهار لعظمة الإسلام نمشي من الطريق باش يشوفوني الناس ونتشاف ونرجع من طريق آخر باش نشوف الناس ونتشاف ثم وانت في الطريق كل يستغفر لك إذا مشتر من واحد طريق معينة سوف يستغفر لك الحجار والشجار وكذلك في العودة من طريق آخر يستغفر لك حجر آخر وشجر آخر وخيرات كثيرة ثم بعد ذلك لما نصل إلى مصلى العيد نصنضي مع الإمام والصلاة هي سنة سنة نبوية شريفة نحرص على المصنضي في المصليات الكبرى لفيها عظمة الإسلام معروف في المغرب ديانة العزيز عدنا في كل عمالة وإقليم هناك مصلى عدنا تقربنا حسب العمالات المجلس العلمية 72 يعني وحدة يعني 72 في المملكة كلها كل عمالة إلا وفيها فيها مصلى كبير ويصنضي فيها الإمام نيابة عن أمير المؤمنين حفظه الله تعالى ورعاه وطبعا لأن العدد الساكن كبير في بعض المدن الكبرى بحل الضال بيضاء وما شكلها كين ملايين خمس سبعة ملايين ما يمكنش المصليات هزهم فيسمحوا لكي نصلي في المساجد الكبرى تفتحوا المساجد الكبرى أبوابها لكي يصلي الناس فيجوز أننا نذهبوا إلى المساجد الكبرى اللي هي قريبة منها لأنك الناس لما عندهمش المواصلات والناس لهم مرضى والناس لما عندهم ظروف استثنائية لا يمشوا للمساجد الكبرى رغا تكون مفتوحة بإذن الله ومهيئة من طرف المندوبين دي الأوقاف والشئول الإسلامية والناس لما عندهم القدرة دي المواصلات وعندهم الهمة عالية يمشوا للمواصلة ومع الإمام ومع المسؤولين ومع أبناء الأمة وتكون خير عظيم جميل أن نستحب معنا نساءنا وبناتنا ونستحب معنا الأطفال والصبيان دون استثناء حتى الحيض والعواتق ودوات الخدور من النساء الكل يذهب إلى الصلاة ليشهد هذا الأمر بالحديثة أمرنا النبي عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق ودوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلة المسلمين المرأة الحائض تعتزل مصلة لكن لها أن تذهب في الهامش بعيد وتشهد دعوة المسلمين وتذكير فقط في صلاة العيد هي ركعتان ركعتان في العيد فقط في وقت الضحى كان صلوة مع الثمانية ثمانية ونصف ده بالآن مبكر مع السبع ونصف إن شاء الله تعالى حسب الإمام وحسب التجمع دي الناس وكي كل عامل دي الإقليم لأنه يمثل جلالة الملك وكيكون رئيس المجلس العلمي كيمثل أمير المؤمنين وكيكون الناس اللي هم مسؤولين في البلد لأن الدولة إسلامية والدستور الإسلامي وعندنا مؤسسة إمارة المؤمنين فجميع القوة الأمنية والعسكرية والمتخبون والمدراء كل شخص يحضر باش يأكد على إسلامية الدولة وهذا الركعتين مليكن صلوهم عدنا في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرات يقول الإمام الله أكبر تكبيرات الإحرام ثم يقول بصوت مسموع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبعات مرات ما يقولش آه الله أكبر هذا استفهام آه الله أكبر هذا كأنه استفهام إنكاري لا الله أكبر الله أكبر نحن نرد وراء الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات وكي يصلي في الركعة الأولى بصورة الأعلى الفتيحة والأعلى وفي الركعة الثانية يكبر خمسة تكبيرات خمسة تكبيرات يقرب الفتيحة والغشية هكذا جاء في الحديث عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الألاء وهل أتاك حديث الغاشية ثم يأتي الإمام فيخطب علينا خطبة العيد وهذه الخطبة هي سنة هي ليس واجب الحضر لها يعني من لم يحضر لها وقام فلا ضير عليه لكن لا ينبغي أن نتركها لابد أن نأخذ أجرها وتوابها ونستفيد مما يقوله الإمام من أحكام وتوجيهات وإرشادات وخصوصا أن نحضر إلى دعائه فالإمام في خطاب الخطبة يقوم بدعاء فيه رحمة ونور على الجميع ثم لما ننتهي من الصلاة العيد لا ننسى أننا نهنئ بعضنا بعضا في المصلة التهنئ بالعيد هذه تابتة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك ساله الصلاة إذا التقى بعض ببعض يقولون تقبل الله منا ومين تقبل الله منا ومين أو أي صيغة أخرى أي صيغة أخرى فيها دعاء فيها ترحاب فيها أدب وأخلاق يعني الصيغة ممكن تتجدد ولكن المعنى واضح دائما في الشريعة الإسلامية نتمسك بمقاصر الدين بروح التشريع اللي هي هذه التجمعات ثم لا ننسى أيها الأحباب الكرام أننا لما نصلي صلاة العيد أننا نحرس على أن نصور الأهل والأقارب ونحرس على إحياء سنة الرحيم هذه ضرورية ناس مقامات كين اللي هو كيمشي عند الحباب وكين اللي هو كيستقبل الحباب هو اللي داره كبيرا وقلبه كبير ورزقه وفير ومجلش بالغني والفقير كين اللي فقير وعطيه الله أعطيه الغنى فاتح بب داره وفاتح قلبه كيستقبل الناس والميدة عمره والسواني دلتاي هو كريم رغم أنه فقير وكل وحده كده لهم لنا عز وجل فنحن مطالبين أننا نحيي صلة الرحيم ونزور الأهل والأقارب وهذا الصلة هي مباركة في كل وقت وحين ولكن في هذه الأيام هي مطلوبة أكثر ربنا عز وجل يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب من صفة المؤمنين أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل أكيد أن إبليس يامك يدخل أسلع عائلات كدر الخصام وكدر الخلفات وكدر البغضاء فنحن نسوهج كل هذا النهار السعيد ونبدأ صفحة جديدة ونقل عفظه عما سلف ونصل الرحيم لأن الله تعالى أمرنا بذلك والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن اللي غد يقوم بهذه الزيارة وغد يستقبل الناس أو هو غير يمشل عندهم وغد يستعلم طعام والشراب ويوزع هدية السرور وعده بأن ربي غد يكرمه غد يعطي الخير غد يتعامل معك الله بالمثل قال سيدنا النبي الكريم من أحب الله من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثاره فليصل رحمه اللي بغى يطلنا الرزق الوفير سر الغنى اللي بغى الغنى واللي بغى ربي طوله العمر واللي بغى لله السعادة أنه يصل رحمه ويكون الصلة طيبة ولمناسبة العيب له فرصة لنعفو ونصفح عم من أساء إلينا نعفو ونصفح عم من أساء إلينا كنقوله عفا الله عما سلف الخصام موجود بالعائلة كثير وكثير وكثير وصل عائلات كالخصام وكالنزاعات وكالخلافات احنا نذكره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أي الناس أفضل شكونا وفي الناس سيدهم شكونا هو المقام دياله يعني شكونا عالم العلماء مختارع من المختارعين وزير من الوزراء غاني من الأغنياء شكونا هو الأفضل الناس قال لهم أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه كما مخموم القلب شكونا يد مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد هذا هو أحسن الناس ما جاش بالمراتب ما جاش بالشهادات ما جاش بالسلطة ما جاش بالغنى ما جاش بالعلم جات بالأدب جات بالأخلاق كل مخموم القلب صدوق اللسان شكونا هو صدوق اللسان كنعرفوه في الصدق ما كيكذبش ولكن مخموم القلب هو التقي النقي لا إثم فيه لا بغية لا غلة لا حسد فهذه النعمة كبيرة ثم نحرص أيها الأحباب الكرام أننا في هذا العيد سعيد نقضي حوائح الناس لننال رضا الله تعالى سيدنا النبي يحثنا فيقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيام ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يعني إحنا يكون عندنا هذا النهار التكافر الاجتماعي يكون عندنا الأياد البيضاء يكون عندنا القلوب الطاهرة يكونوا مقبنا للحياة ننسوا الحسابات ننسوا الخصامات ننسوا الانتقام ولا ننسى أيها الأحباب الكرام أننا لابد أن نقوم ببعض الأعمال مهمة وهو تفقد الأيتام 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 لهم كيكونوا عندهمش الولدين وعندهم ظروف صعبة نحسن إليهم كينظر الأيتام جميل أننا نزورهم أو لك نعرفهم من العائلة أو من الجيران أو من الأقارب سيدنا ربنا ماذا قال قال فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فسيدنا النبي كان كي قلنا أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة وأشار بالسبب والوسطى وفرق بينهما قليلا فالأيتام هما في هذا العيد كيشعر بأننا ما عندهمش لولدين وكين أيتام الحيين شكرا ما أيتام الحيين هما الأطفال ضحايا الطلاق قد قد ضحايا الطلاق مباحين ولكن مطلقين ولم خاصمين كيشعر بواحد تمزق نفسي احنا نحاول ما أمكان الأطفال الصغار نسعدهم يكونوا في جيوبنا وحتويدي المال نعطيهم هدية السرور ونفرحهم ونتنع عليهم خيرا اللباس جميل جماكة اللباس التناسق في الألوان تبارك الله ما شاء الله غتكبر وغتعود إنساء رجل العظيم وغتفرحوا بكلام في تحفيز ثم نزور كذلك ونتفقد الأرامل والأيتاء والمساكين والضعفاء والفقراء ندخل الفرحة عليهم سيدنا النبي كاننا أساعي على الأرمال والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد الجهاد الحقيقي هو الإنسان يسعى في الخير الأرامل والمساكين والضعفاء يضق عليهم الباب يجب عليهم يقسم عليهم الله تعالى إلا ما كانش عنده يقولهم كلمة طيبة اللي عنده يعطيهم ما أعطاه الله واللي ما عندهش يقول كلمة طيبة كلمة حلوة كلمة دعاء صالح في خير وبركة وتسير وهكذا أيها الأحباب الكرام غتكون هذه الأيام هي أيام العيد فترة السعيد لابد أن ندخل الصرور على أنفسنا أولا نبدأ بأنفسنا لأننا فاقدوا الشيء لا يعطيه بدأ بنفسك أنت اللول البس مزيان اغتاسل على قصب على الله زويناء وبدأ الصرور أفرح نفسك شو أفرحك في المرايا أقول أنا نفسي أنا سعيد بنفسي أنا الحمد لله فارح بأن وفقني ربي للصيام والقيام يا ربي أعيني ونصيد تمسك بحبل الرحمن ونفرح نفسي أولا ثم نفرح الأهل لي ونفرح الأولاد والجيران والبقية يعني فاقدوا الشيء إذا يعطيه من ذا بنفسي ونعمم هذا الخير على الجميع ونسعى للتوسعة على الضعفاء وإشاعة الفرح والسرور بين المسلمين ونحاول نشر التزاور وأخلاق التسامح والعفو والتراحم والتعاطف هذه من النفوس الزكية الكريمة ننسى الأطغان ننسى الأحقاد نتصاف نتقارب وهنا الأرواح تسمو والأياد تتصافح وربنا عز وجل يبارك لنا ولكم أجمعين نسأل الله تعالى أن يهل علينا وعليكم شهر شوال السعيد بالفرحة والسرور والبهجة والحبور اللهم آمين يا رب واللحظة أيها الأحبة الكرام نفتح خطوطنا الهاتفية لنتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مكالماتكم فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله